التقت شيخ بدور بن سلطان القاسم رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة بأعضاء المجلس الطلابي في الجامعة لمناقشة رؤية طلبة الجامعة من أجل بيئة أكاديمية مؤثرة وحياة جامعية أكثر إثراء وقالت شيخ بدور أن ما يحدث في الحرم الجامعي خارج الفصول الدراسية يرتبط بمخرجات الجامعة بقدر ما يرتبط بما يحدث داخلها لذلك أنا ملتزمة بالتواصل الجيد والمفتوح مع الطلاب لأن هذه هي الطريقة التي توفر من خلالها قيادة الجامعة الأمريكية في الشارقة أفضل بيئة لطلابنا لتحقيق النجاح هنا أولا ثم عندما ينتقلون إلى حياتهم المهنية ونقش أعضاء المجلس الطلابي خلال اللقاء العديد من القضايا بما في ذلك المنح الدراسية والمتطلبات الأكاديمية وخدمات الحرم الجامعي كما اقترح المجلس إقامة حادث سنوي داخل الحرم الجامعي يضم رواد الأعمال من طلبة وخريجية الجامعة الأمريكية في الشارقة لدعم أعمالهم وتحفيز الطلبة الذين يطمحون لريادة الأعمال وعبر الطلبة عن امتنانهم للقاء الشيخ بدور والتعبير عن احتياجاتهم لإثراء الحياة الجامعية